مرحبا اليوم لح نحكي عن قرية صغيرة موجودة بمقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا هذه القرية او البلدة الصغيرة عدد سكانها كتير قليل وطبعا عم تطلب مهاجرين من كل دول العالم لكن حنحكي عن الخطوات والتفاصيل خطوة بخطوة لنسهل الموضوع للجميع وهذا الفيديو حيكون فيه تفاصيل كتير مهمة هذه التفاصيل بتغطي مواضيع كثيرة وبتغطي كمان الناس كثير لهيك حتقدر تساعد اكبر عدد من الناس لهيك بنصح انه تتابعوا الفيديو للنهاية لتقدروا تغطوا كامل التفاصيل وتستفادوا من هذا الفيديو بالطريقة الصحيحة وقبل ما نحكي بالتفاصيل المهمة حابين بس نذكر موضوع الفيديو السابق جانا بعض التعليقات وبعض الاميلات اللي عم تسألنا عن الفيديو السابق لهيك حابين نوضح بعض النقاط الفيديو السابق الهجرة الى نيوزيلندا نعم من دون لغة ومن دون شهادات ومن دون عرض عمل ولكن هناك بعض النقاط اللي حكينا عنها وشرحناها بالفيديو انه الشخص لازم يكون عنده بزنس بلان او خطة عمل بالطريقة اللي بتكون مناسبة للهجرة مش البزنس بلان العادية وطبعا مع الوراء اللي ذكرناها بالفيديو السابق وتركنا بصندوق الوصف وبأول التعليقات الموقع الرسمي للهجرة بالنيوزيلندا وكمان تركنا موقعنا الرسمي وايميلنا ورقم الواتساب لحتى يقدر الشخص يتواصل معنا من اجل التقييم هذه خدمة اضافية عم نحاول نقدمها للناس بالمجان من دون اي اشتراكات ومن دون اي دفوعات طبعا لحنا كشركة وفي ناس بالتيم معنا ودارسين القانون طبعا بيحقلنا انه نعمل تشارج وناخد فلوس على الاستشارات ولكن لحنا عم نحاول نقدم مساعدة ونحاول ندعم الاشخاص اللي عم يتواصلوا معنا او هن من جمهورنا او هن من القاضي ينسي اللي هن عم يتابعونا قدر المستطاع ولقنا انه هذه الطريقة المثالية لمساعدة الناس لا اسباب كثيرة ومن احد هذه الاسباب المشاكل اللي اتعرض لناس لما عملنا فيديو تقريبا من 8 شهور عن برنامج قريمة برنامج قريمة الكل اللي بتعرف عنه تقريبا اللي بيحكي عن الهجرة لمقاطعة كيبك المقاطعة الفرنسية وهذا البرنامج اللي هو عن يحكي عن الـ EOI الـ Expression of Interest اللي يكون عنده الشخص رغبة بالتقدم للهجرة بمقاطعة كيبك ومن اكتر اشياء السيئة اللي اسفرت عن هذا الشي انه في احد الجهات عملت موقع مزور او موقع بيشبه موقع قريمة واصبح تتسجل للناس واوهمتهم انه تم قبولهم لا تقدر تمشي معهم بالخطوات التانية او بالدفوعات التانية لهيك لحنا كبادرة طيبة منا حبينا نترك ايميلنا ورقم التليفون لقدر الشخص يتواصل معنا ويسألنا ونحاول نقوده للطريق الصحيح من دون اي مقابل في بعض الاشخاص حبيت تشترك معنا بالعطوية الشهرية المدفوعة وهن مرحب فيهم هن والاشخاص الباقيين اللي حتى مشتركوا به هذه العطويات وهيك بنكون اتمامنا معروفنا بطريقة كاملة ومناسبة وقبل ما ننتهل ونحكي عن القرية الجديدة او البلدة الموجودة بريتش كولومبيا حابين نشارك معكم كتابنا الجديد اللي بيحكي عن خطوات النجاح بكندا بيحكي عن شرح مبسط للخطوات والنمو بسرعة بكندا هذا البرجن او هذا الاصدار باللغة العربية كمان لحيكون فيه اصدار قريبا باللغة الانجليزية خلينا نقرأ اول صفحة بشكل سريع اول شي شراء بطاقة موبايل حيترتب حياتكم بالطريقة الصحيحة اول ما تصروا على كندا وبيسهل عليكم الامور اول شي شراء بطاقة موبايل السيم كارد وننصحكم بشركة لاكي موبايل لعدة اسباب مثلا ما فيها عقد سنوي يعني الشخص ما فيه داعي يلتزم بعقد سنوي مثل باقي الشركات عنا شركات الموبايل مثلا الشبكة كتير مليحة وقوية ويعتبر من ارخص الشركات الموجودة مثلا بكندا اقل شي 15 دولار وبعتقد كتير افوردبل يعني كتير بيقدر ان الناس انه تدفع هذا المبلغ بشكل سلس وسهل وكمان تركنا الموقع او المكان اللي فيه تشتري منه هذا السيم كارد بسعر كتير رخيص وبعدين تحاول تفاعلها عن طريق الموبايل هيكون سعر هذا الكتاب فقط 20 دولار اميركي هيقدر يشتغليه الشخص من اي دولة بالعالم اذا كان الشخص مهتم بيقدر يتواصل معنا كمان فيه الكتاب القديم اللي ساونا تقريبا من سنتين بيحكي عن المصطلحات اللغة الانجليزية بكندا طبعا فيه اختلاف بين المصطلحات الكندية والمصطلحات الاميركية والبريطانية ما فيه اختلاف كبير لكن فيه اختلاف ببعض المصطلحات ننزل شوين ناخد فكرة عن الموضوع بيحكي عن المصطلحات باللغة الانجليزية وشرحها وامثلة عنها كمان وكمان بيرجع بشرحها باللغة الاسبانية هذا الكتاب كتير مفيد لتعلم المصطلحات الانجليزية الموجودة بكندا وبالانتقال للبلدة او القرية الموجودة ببريتش كولومبيا بغرب كندا ولي عدد سكانت 3700 مقيم لحنا نحكي عن الاختصاصات المطلوبة بهادي البلدة لحتى تساعدكم بفهم الموضوع اكثر اول اختصاص مطلوب يعني انشطة دعم لانتاج المحاصيل لانتاج المحاصيل الزراعية ولحتى نكون مفصلين اكثر لحن عدد بعضهم منهم لهن خدمة تعقيم المنتجات الزراعية خدمة رش ورش المحاصيل مع التسميد او بدونه خدمة حصاد المحاصيل خدمة زراعة المحاصيل او البدر مقاولو العمالة الزراعية كمان خدمة لادارة المزرعة وانتاج المحاصيل وهلخي ننتقل للاختصاص الثاني اللي هو support activities for forestry يعني انشطة الدعم للغابات ويلي بتشمل خدمات الحفاظ على الغابات خدمات مكافعة حرائق الغابات مثل التفتيش والوقاية والحماية صيانة الغابات على سبيل المثال التباعد بين الأجرار وترقيقها وكمان اعادة التحريج وخدمات القياس وقياس الأشجار وسحب جدوع الأشجار في الغابة من دون قطع الأشجار هذا بيكون الاختصاص الثاني بالانتقال للاختصاص الثالث اللي هو support activities for mining and oil and gas extraction يعني ضعم انشطة التعدين واستخراج النفط والغاز اللي بندرج طبعا تحتها حفر واستخراج النفط والغاز وكمان خدمات وانشطة التعدين الاخرى بالنسبة للاختصاص الرابع اللي هو traveler accommodation يعني سكن للمسافر مثل البيت الصغير مثلا بيستخدم ليكون فيه أسرة ليقعد فيه مثلا المسافرين أو الرحالة أو الزائرين لأيام قليلة خلال سفرهم أو التوقف في منطقة معينة هذا الاختصاص كمان مطلوب بهذه البلدة أو هذه القرية أما بالنسبة للاختصاص الأخير اللي حيناسب كل الجنسيات تقريبا اللي هو full service restaurants and limited service eating places يعني مطاعم كاملة الخدمات وأماكن التناول الطعام محدودة الخدمة اللي بيعني بهذا الكلام الكافتيريات الصغيرة أو الكافيهات أو التيك اوت لما شخص بقدر يطلب مثلا من شباك المطعم أو الكافتيريا الصغيرة من دون ما يكون فيه مكان للجلوس فيه يعني الصغيرة والمتوسطة مدينة أو بلدة ميكنزي عم تطلب مهاجرين بهذه الاختصاصات لأنه عندها نقص وهذه الناس بيقدروا أنه يحيوا هذه القرية أو هذه البلدة وبيقدروا أنه يجيبوا عائلاتهم معهم ويقيموا بشكل دائم لذلك خلال نحكي حاليا عن الشروط اللي لازم تتوفر عند الشخص ليقدر أنه يهاجر لهذه البلدة أو للمقاطعة أما بالنسبة للفيديو مكان التصوير صورنا بمدينة تورانتو بأنتيريو بكندا بنفس هذا الوقت السن الماضي يعني بشهر أربعة واحد أربعة عشرين تنين وعشرين يعني تقريبا أول الربيع بمدينة تورانتو السن الماضية أول شرط لازم يكون عندك جواز صفر صالح أنت وأفراد أسرتك إذا كان عندك أسرة وكمان يكون عندك إقامة صالحة بالبلد اللي أنت مقيم فيها يعني مثلا مقيم بالإمارات بقطر بأي دولة لازم يكون إقامة صالحة ونظامية الشيء الثاني يكون عندك صور شخصية وتتقدم لهذه البلدة لكن لازم يكون عندك كمان خطة بسنس بلان إلى علاقة بموضوع الهجرة يعني ما بنصح أي شخص ما عنده خبرة بهذا الموضوع يقدم هذه الرسالة لأن هذه الرسالة هي المفتاح للقبول بهذه البلدة فأنت حيكون عندك خيالين أما يكون عندك أحد هذه الاختصاصات وتشتغل بأحد هذه الاختصاصات أو تلاقي وظيفة بقلب هذه البلدة وحاتركهم بصندوق الوصف وبأول تعليقات المواقع اللي ممكن تستخدموها لإيجاد عمل بهذه البلدة لكن إذا الأشخاص ما بدون يلاقوا عمل وبدون يشتغلوا هن بهذه الاختصاصات بقلب البلدة مثل مشاريع صغيرة كمان نقدر نساعدهم ونوجههم بهذا الموضوع وللتأكيد برجع بكرر يعني الشخص بقدر أنه يفتح مثلا هذه الكفتيريا لصغيرة أو السكن للمسافر بقلب هذه البلدة أو أنه يلاقي وظيفة بقلب هذه البلدة أما بالنسبة لحساب البنك حساب البنك نعم مطلوب ولكن يختلف المبلغ من شخص إلى آخر من اختصاص إلى آخر من موضوع العمل لموضوع هو أنه يشتغل أو يفتح هذا المشروع الصغير فعلى حسب كل شخص وعلى حسب وضعه وعلى حسب مؤهلاته لهيك لننصح بالتواصل معنا لنعطيك تقييم مجاني ونقدر نشوف إذا أنت مؤهل لأحد الخيارين أما بالنسبة للغة ستختلف من شخص إلى آخر إذا كان الشخص عنده لغة جيدة ممكن هذا الشيء يساعده بالقبول إذا ما عنده لغة جيدة ممكن نساعده بتقوية لغته بقلب كندا ويقدر يشتاز هذه العقبة وقبل ما نحكي عن آخر خطوة حابب ذكر الجميع أنه بيجينا تقريبا مئات الرسائل يومين لهيك بطلبنا الناس رجاء أنه يرسلوا اسمهم ومعلوماتهم بشكل منظم في ناس كتير عم ترسلنا السيفيات تبعاتهم لنلقي نظرة عليهم هذا الشيء خاطئ لحنا للأسف ما حيكون في فرصة أو وقت لننظر على سيفيات مئات الأشخاص باليوم لهيك يفضل يرسال المعلومات برسالة صوتية أو كتابة على الواتساب نقدر نساعدكم قدر المستطاع وأيضا بالنسبة للاعتراض للفياز اللي عم تجي عليها رفض طبعا أنت بحاجة محامي ونستطيع أي شخص يكتبها لأنه لازمها طريقة قانونية بالاعتراض على الرفض إذا كان عم يجيك رفض مثلا بالتقدم إلى كندا وطبعا لحنا فينا نساعد بهذه الأمور بالانتقال للخطوة النهائية لازم يكون عندك سيفي بالطريقة الكندية إذا كان بدك تعمل الأختصاص أو إذا كان بدك تشتغل بأحد الوظائف الموجودة بهذه البلدة وإذا كنتوا حابين تنضموا للمجتمع تابعنا اللي منشارك فيه آخر الأخبار أو تتواصلوا معنا من أجل الاستشارة أو التقييم حيظهر عنكم رقم الواتساب فيكم تغدوه وتتواصلوا معنا شكرا كتير لكم أتمنى التوفيق للجميع وطابع يومكم شكرا كتير لكم